اشتركوا في القناة لأولئك الذين يعملون على تغيير العالم من خلال مبادراتهم الإنسانية وجهودهم الدؤوبة في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من عجل تحسين ظروف البشرية ينتظر العالم أجمع هذا الشهر والذي يعيد نفسه كل عامين مع جائزة الأمير الراحل المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لخدمة الإنسانية والتي تمنح من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة والتي تستعد الثقة بالروح الإنسانية الخيرة وفي تحقيق عالم أفضل إنسانيا لأجيال المستقبل وقد جاءت هذه الجائزة تجسيدا لما حباه الله به من تواضع جم للأمير الراحل طيب الله تراه وتواصله مع أبناء شعبه وحبه لفعل الخير ومساعدة كل محتاج كما أنها تمثل ما يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصر من انسجام وتآخ وتسامح ديني وثقافي وفعل الخير وخدمة الإنسانية وتتميز جائزة عيسى لخدمة الإنسانية من بين الجوائز العربية كونها أول جائزة عربية في الخدمة الإنسانية والتي تحظى بسمعة دولية حيث تقع مسؤولية تحكيم أعمالهم على لجنة تحكيم من ذو الخبرة يمثلون قارات العالم وستخدم هذه الجائزة في دعم وتشجيع أعمال البر والخير التي تخدم الإنسان أينما كان مخلدة ذكرى فقيد الوطن والإنسانية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنان هذا وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي مرفقة بميدالية من الذهب الخالص وشهادة تغديرية عليا تسلم في احتفالية ملكية كبرى يسرفها حظرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ستقام في شهر الجاري ويحظرها شخصيات عالمية شهيرة إلى جانب وفود رسمية وأهلية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر